السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جوجل بارد. ازاي تستخدم جوجل بارد. تعال اول حاجة نشوف اهم الميزات قبل ما نتعامل معه الشاشة دي ونشوف امكانياتها. اهم ميزات جوجل بارد. اول حاجة جوجل بارد فيه اخر الاخبار. ممكن تسأله عن اخر الاخبار في مصر في اي مكان في العالم. ممكن تسأله عن اخر الاخبار في عالم التكنولوجيا. التاني حاجة موجود ده في جوجل بارد تالت حاجة ان هو او بيتعامل مع مية تلاتة وتلاتين لغة منها اللغة العربية. رابع حاجة ان هو لغاية دلوقتي جوجل بارد ببلاش. وانا تمنى يفضل كده. خامس حاجة ان هو مع جوجل سيرفزز. يعني تقدر ان انت المحادسة اللي انت عملتها مع جوجل بارد تقدر انت تطلعها على جوجل او على الايميل او على جوجل شيت او اكتر من كده كمان. سادس حاجة ان هو او ان انت تقدر تسمع الاجابة بتاعته اللي بيسميها هو سابعة حاجة ان انت تقدر تتكلم وهو يفهم كلامك وبعد كده يقدر يرد عليك. تامن حاجة ان هو ممكن يرجع لك او الاجابة في اكتر من شكل. اخر حاجة ان هو كمان بيجيب لك المراجع اللي هو استند اليها عشان يرد عليك ويجيب لك الاجابة دي. وما تنساش كمان تقدر تعمل نشير للمحادسة اللي انت عملتها مع جوجل بارد اول جزء من المحادسة. احنا دلوقتي موجودين على شاشة جوجل بارد. عايز تدخل عليه تكتب له بارد جوجل دوت كوم. ولو لك جيميل اكاونت تقدر تدخل عليه على طول. موجود عندنا اول حاجة هنتكلم عليها. والهيستري ده في المحادسات اللي انت عملتها مع جوجل بارد قبل كده. وعندك هنا. لو عايز تفتح محادسة جديدة. وبعد كده ده السؤال اللي انت سألتو الجوجل بارد قبل كده لو كان في محادسة. ودي الاجابة اللي هو جاوب بيها السؤال اللي انت سألته. ايه كمان موجود عندنا? موجود عندنا كمان ان هو يقدر ينطق الاجابة دي. تقدر تعمل لايك. تقدر تعمل ديسلايك. تقدر تعمل تقدر تقول له انا عايز اشوف المراجع. تقدر ان انت تابلود امج. ودي حنتكلم عنها في فيديو منفصل ان شاء الله هيكون شاير جدا انتظروه. وهنا انا بكتب السؤال بتاعي او بسموها البرومت. البرومت دي بتكون عبارة عن سؤال او مجموعة من الاوامر. وهنا بدل مكتب انا ممكن ان انا اتكلم وهو يحاول الكلام ده لكتابة. وهنا لما دوس عليه. انا بقول له دلوقتي ابتدي جاوب علي. اخر حاجة احنا اقولها كمان هنا في السكرين ان احنا عنداني هنا. في اول حاجة عندك هنا. الهيستري ده المحادسات اللي انت عملتها قبل كده. ممكن تفتح محادسة انت عملتها قبل كده. وتكمل المحادسة دي. والمفروض هو بيفتكر الحاجات اللي انت قلتها لها قبل كده وبيكمل عليها. ممكن تقول له انا عايز اعمل للمحادثة دي. يعني ايه? يعني دلوقتي حطها لي. دايما فوق عشان دي محادثة مهمة بالنسبة لي. عايز ترجعها تاني تقول له. ممكن تقول له انا عايز اعمل للمحادثة دي وتسميها باسم تاني. ممكن اقول له مصنع. ممكن نرجعها تاني. وممكن اعمل دلية للمحادثة اللي وانا مش محتاجة. دي اللي هي الحاجات الحديثة. وهنا الحاجات اللي ممكن تكون اقدام من كده. ده بنسبة للموجودة عندنا. عايز اعمل بادوس هنا ويجيب لي محادثة جديدة. بيقول لي انت ممكن تسأل اسألة شكلها من ازاي? ودي بتتغير كل مرة. ودي اخر المحادثات اللي انت عملتها. لو جيت هنا للساتنجز. ممكن نقول له انا عايز دارك ثيم. اقلبه دارك. اما اقول له انا عايز لايت ثيم. وممكن هنا ودي حنشوفها بعدين ان شاء الله ان انا ممكن اشوف. ايه هي المحادثات اللي انا عملتها بكده وعايز غيري يشوفها. هنا اللي انا بكتبها عبارة عن سؤال او عبارة عن مجموعة اوامر انا بقول له عليها عشان ينفذها بعد كده. وهنا قادر عمل وهنا قادر ان انا اتكلم. بتعلى كده نشوف محادثة احنا عملناها بكده. انا هنا اول قلت هالو. كم عدد اللغات اللي انت بتتعامل معها? وهنا ارد علي باخر التحديث هو عمله. وقال لي عندي مية تلاتة وتلاتين لغة انا بتعامل عن طريقها منها اللغة العربية. ايه اللي انت بتغطيها? فقال لي انا اكتر من مية وتمانين دولة انا بغطي الدول دي كلها. عايز اسمع الكلام ده اقول له دلوقاتي listen. يبقى انا كده كتبت له سؤال وشوفت الاجابة وقدر اخليه اره كمان الاجابة. اللي ممكن اعمله تاني ممكن اعمل اقول له اجود الاجابة دي عجبتني او ان انا اقول له ودي طبعا بتفيده. وهنا ممكن اعمل ممكن اقول له انا عايز اعمل تمام? ممكن اقول له انا عايز تكون لايميل. ايه كمان موجود هنا? ممكن اعمل للايه? للرسبونس ده. او انا اقول له الاجابة ما عجبتنيش وكانت كمان ايه? فيها مشكلة. كانت ممكن اقول له كمان انا عايز اشوف المصادر. وفي الحالة دي بيجيب لي لينكات ممكن ادوس على اي لينكة منهم عشان يوديني للصفحة واشوف ايه اللي هو اعتمد عليه عشان يرد علي بالاجابة دي. اخر سؤال انا بسأله بيجيب لي ايكون زيادة اسمه هو دلوقتي يرد علي. برد ده. انا ممكن اقول له طيب انا عايز الرد يكون قصير. يجيب لي الرد بطريقة مختصرة. ممكن اقول له لا انا عايزه يكون اكتر. جاب لي رد بالتفصيل. انا عايز رد يكون بسيط. وهنا رد رد مختصر. والمفروض ان هو بسيط. عايزه. او هنا مسلا رد علي وقال لي هو اتسمى بالاسم ده. عشان الاسم نفسه حلو. لكن انا قلت له دلوقتي انا عايزه. ده الاجابة بقت. شكلها اقدر اخدها وحطها مسلا في تمام? وهنا برضو مصطلحات نفسها مصطلحات علمية. ان جوجل بارد عبارة عن وهكذا حيبتدي يفصل الاجابة. وهنا بيقول كمان هو استخدم ايه? عشان يخلي الاجابة يعني مسلا قال لي ان انا كتبت فبيقول لي المصطلحات اللي هو غيرها وغيرها من ايه لايه? طيب دي كانت بالنسبة للايكونز اللي موجودة عندنا هنا. طيب ايه تاني موجود? تاني موجود ان انا ابتدي اكتب له بقى. هقوله دلوقتي ايه تاني موجودة. اكتب لي قصيدة. لطيفة تمام? تعال كده نسمع هو كان ايه تاني موجود طاولة ايه انا بكم. انا عامك ايه ارى ان رأل دلانا البراجات انا ارى الان ، انا انا رأي الان انار دلااء انا رأي الامر انا اشعر التفايل طبعا الموضوع ده هنتكلم عليه بتفصيل وهنتكلم زي نكتب الجميل في الموضوع ان انا ممكن اقوله ممكن باللغة العربية بقى اكتب بس هنعنى الشجعة كتب لي قصيدة عن الشجاعة لما يجي بقى يقراها هتلاقي النبرة بالعربي بالتأكيد اليك قصيدة عن الشجاعة الشجاعة هي عدم الخوف انها مواجهة ما يخيفك انها الامان بنفسك وامانك بالاخرين الشجاعة هي النضال من اجل ما تؤمن به حتى لو كان ذلك صعبا يعني طبعا هي غالبا بتميل للناثر اكتر منها للشجاعة. ممكن كمان انا اقول له خليها مسلا ويحاولي علي فرنش. ممكن اقول له طبعا هو غالبا لو قلتلو قولي قصيدة وبعدين بعد كده بحاول اللغة تانية بيترجم اللغة اللي فوق لله اللغة اللي انا اخترتها بعد كده هي الفرنش. لو جيت مسلا اقول له اراها. كما تفاني هنا ممكن انا كمان اتكلم وخليه يكتب الكلام ده وبعد كده يرد علي. ممكن اقول له speak about yourself. وادوس هنا صمت. هو كتب كمل وانا بادوس على صمت. طيب هو انا بيقول له طبعا انا مبسوط ان انا قادر اتكلم عن نفسي وايه وابتدأ اتكلم عن جوجل بارد. اه كل ما تعتبره صديق ليه كل ما تعرف تتفهم معي. اخر حاجة حنقولها ودي حاجة جدا ودي ان شاء الله حنوفرد لها فيديو قادم. ايه هي الحاجة دي بقى? موضوع الصورة. موضوع كبيرة. الصورة دي. انا عملتها عن طريق الميجورني. وده عبارة عن هامك بيرد. تعال هنشوف هيفهم ايه من الصورة دي. هقول له ديسكرايب. اوصف لي الصورة دي. هنا عارف فعلا هو هامك بيرد فلاينج. تمام? وبعدين نتكلم بعد كده عادي يوصف في الكلام ده. ممكن اقول له ان عربيك. اوصف لي الصورة دي بالعربي. جميل جدا الصورة التي ارسلتها. ليه? تظهر طائرا جميل ان يدعى طائر الطنان يطير بجانب زهرة وردية وهكذا. تمام? كده وصف الصورة. المرة الجاية ان شاء الله هنشوف ازاي جوجل بارد يقدر يتعامل مع الصور ويديني احسن نتائج انا محتاجها. هنكتفي بكده في الفيديو ان شاء الله كان اهم حاجة احنا عايزين نعرفها ايه اهم من زيات جوجل بارد وازاي ان انا افهم الشاشة الموجودة قدامي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.